اشتركوا في القناة 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 الكنز الثمين الذي يجب الحفاظ عليه وما يؤكد على ذلك ايديولوجية اليمين الاسرائيلي اليوم التي تتمثل بسعيها المتواصل لاضعاف مؤسسات السلطة الوطنية والتحريض ضد السيد الرئيس محمود عباس بينما تعمل على تقوية حماس بسماحها بادخال الاموال الى غزة بهدف فصل قطاع غزة ومنع اقامة الدولة الفلسطينية وتدمير مشروعنا الوطنية فالتقاء المصالح بين تل ابيب وحماس اللاهثة ورأى هدنة معها يدفع ثمنه المواطن البسيط في المحافظات الجنوبية الذي مل ظلم هذه الحركة واجراءاتها ورسومها غير القانونية فخرج ليقول بدنا نعيش الا ان حماس بعقليتها الاقصائية قامت بكسر عظامه واعتقلته وعذبته وبدلا من ان تعتذر له اعتذرت لنتنياهو عن صواريخ سقطت بالخطأ موضوع يؤكد بطبيعة الحال على استهتار حماس بالدم الفلسطيني عبر تأشيجها للأوضاع وتقديم الخدمات المجانية للاحتلال وتحولها لادات لتطبيق صفقة القرن عدا عن عدم اقامة اي وزن لتضحيات وعدابات شعبنا وهو النهج الذي تمارسه تحقيقا لمصالحها الحزبية الضيقة شكرا للزميع سلام سلامة على هذا التقرير الذي من خلاله ننطلق وياكم سيداتي وسادتي مع ضيفي هنا في الستوديو وايضا من الخليل لنطرح السؤال الأول نطرح السؤال على الدكتور محمد المصري هنا معنا في الستوديو ما الذي يدفع نتنياهو للتمسك بحماس برأيك أول شيء دعني أرحب بضيفنا العزيزة بالستاذ أسامة صديقنا أخونا وتحياتي لكل المستمعين والمشاهدين في هذا اليوم بالتحديد نحن نتابع ما حصل بالأنس في قطاع غزة وبأعتقد أنه كان هناك نوع من التصعيد العسكري على حدود غزة التصعيد أكيد متبادل هذا النقر فيه موجود ولكن أنا بعد مراقبة تقريبا خمسين غراء إسرائيلي لم يكن هناك إصابات كبيرة ولا أي جرحة كثر بمعنى في المستوى العملية العسكرية وحتى بالجانب الإسرائيلي بالرغم من حوالي 35 سروق لم يصب أي أحد من الإسرائيليين وبالتالي أعتقد أنه هذا اللعب السياسي العسكري التي يدفع ثمن شعبنا في قطاع غزة بالتأكيد سيكون نتنياهو حريص عليها لكي يبقي حالة الانقسام الفلسطيني وإذا هم نقاط الضعف الفلسطينية وبالتالي حماس عم تعزل 2 مليون فلسطيني من عملية الصراع مع جانب إسرائيل وأذكر جيدا حينما قال السيد اسمعين هنية بأن القدس في الضقفة الغربية وليس في قطاع غزة بمعنى نحن في قطاع غزة بعيدين عملية الصراع حتى الاتفاقات التهدي التي وقعت قبل فترة طويلة تقريبا مع إسرائيل كانت أحد الشروطة بأنه لا تعمل في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي وبنفس الوقت لا تعمل في الضقفة الفلسطينية مش بس كمانا مش في غزة بالتالي حماس خرجت من حالة الصراع مع إسرائيل إذا تجد أن نتنياهو ما قاله في داخل جلسات المغلقة بأنه أنا دخلت الأموال لغزة لكي أحافظ على حالة الانقسام وهذا كدخور استراتيجي بالنسبة لنا وستطبق الفلسطين المعزولين واليوم يقول أيضا بأن العدو لإسرائيل هو السلطة الوطنية وليس حماس وبالتالي وجود حماس في هذه الظروب التحديد تخدم التوجهات الإسرائيلية وتخدم صفقة القرن وهناك ما يقال في المرحلة القادمة كيف ستكون غزة كيانية منفصلة عن بقية جغرافة القطنية الفلسطينية اسمح لي أن نذهب بالسؤال أيضا بطريقة قريبة إلى سيد أسامة القواسمي دكتور محمد سيد أسامة نعرف بأن الاحتلال هو سبب الويلات لا نريد أذن لأهلنا في المحافظات الجنوبية وهو أبناء شعبنا السؤال المطروح برأيك أيضا ما الذي يدعو نتنياهو لأن يتمسك بحماس ويدخل لها الأموال ويرى بأن السلطة الوطنية الفلسطينية هي عدوه وهو يريد أن يتمسك بهذه الحركة أي حركة حماس يعني التحية لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني ولضيفك ولك أخي سلامه ودعنا اليوم قبل أن نبدأ بالإجابة على سؤالك أن نترحم على الشهيد الذي سقط في بيت لحم في مخيم الدهيشم الطفل ساهر مزهر وأيضا خلال أسبوع الماضي سقط خمسة شهداء في سلفيت ونابلس وبيت لحم وكل شهداء الشعب الفلسطيني وأيضا في هذا الشهر شهر آذار هو شهر الانتصارات للشعب الفلسطيني الذكرى الواحدة وخمسين كانت من ستة أيام لمعركة الكرامة وهذه المعركة التي ألهمتنا كيف عندما تكون الإرادة والوحدة نستطيع أن نتغلب على ثلاثة ألوية إسرائيلية أكثر من عشرين ألف جندي إسرائيلي بطائراتهم استطاعت ثلّة من حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية بمساندة المدفعية الأردنية أن ننتصر على الجيش الذي لا يقهر بين قوسين وأيضا بعد ثلاثة أيام يوم الأرض الخالد في العام ستة وسبعين صادرت إسرائيل آلاف الدنومات في الداخل الفلسطيني فثار شعبنا الفلسطيني العزيز الغالي في الداخل الفلسطيني واستشهد ستة فلسطينيين ليبعثوا برسالة واضحة أن الأرض موحدة هي عنوان كرامتنا وعزتنا وأخيرا التحية كل التحية لأسران البواسل خلف قطبان الاحتلال الذين يخوضون معركة الإرادة استكمالا لقرار سياسي أخذ الرئيس أبو مازن بأن أسران البواسل وعائلات شهدائنا الأسمى منا جميعا ونجوع ونطعمهم من لحومنا ليس منة بل وفاء وأقل من الوفاء لأننا ما قدمنا لأسران وعائلاتهم بالنسبة للإجابة حتى لا نبتعد كثيرا عن ذهن المستمع والمشاهد لماذا يتمسك نتنياهو بحماس برأيك هناك ما يسمى بصفقة القرن ومنذ العام 2007 قلناها في حركة فتح بشكل واضح أن المشروع الإسرائيلي الواضح وأصبح واضحا للقاسي والداني هو موضوع دولة فلسطينية مزعومة في قطاع غزة وتحدثنا مرارا وتكرارا أن هناك تقاطع في المصالح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بطريقة يعلموها في حركة حماس أو لا يعلموها فإذا كانوا يعلموها فهي مصيبة وإذا كانوا لا يعلموها فالمصيبة أكبر بأن المخطط الإسرائيلي هو دولة في قطاع غزة بين قوسين والسيطرة على الضفة الفلسطينية لأن أساس أهدافهم هو السيطرة على الضفة الفلسطينية فيما يسموه بيهدى والسامرة بين قوسين لتأتي في الآونة الأخيرة وتتضح الصورة أكثر فأكثر في عهد ترامب فأخذ القرار الأول متعلق في القدس أخذ القرار الثاني المتعلق بالأونروا أخذ القرار الثالث المتعلق بالاستيطان قطع المساعدات عن السلطة الوطنية الفلسطينية معاقبة الأسرة قطع المساعدات بشكل كامل ليأتي مؤخرا منذ ثلاثة أيام ليستكمل هذه الحلقة فيما يتعلق بإعطاء أيضا الجولان لإسرائيل والنية والموجود والمعروف أصبح أنه يريد أن يعترف بالإمارة أو بدولة في قطاع غزة والسيطرة الكاملة لإسرائيل على الضفة الفلسطينية أو السيطرة على مناطق سي وإعطاء الشرعية للاستيطان أو ضم المستوطنات في سيناريو آخر نعم ضم المستوطنات أو إعطاء مساحة كبرى مناطق سي لإسرائيل والاعتراض بما يسمى بدولة فلسطين وهذا هدف إسرائيلي قديم يجدون الآن أن هناك إمكانية ونضوج سياسي من أجل تنفيذه من خلال من يسيطر على قطاع غزة وحركة حماس من جانب آخر هم يسعون إلى ضرب منظمة التحرير الفلسطينية بشكل كامل من خلال القول أن هناك كيان في قطاع غزة ويمكن أن نعمل معهدنا طويلة الأمد ومن ثم تدريجيا يذهبون إلى الفصل الكامل وهم في حلقاته الأخيرة الآن الهدف الثالث وهو الأساس وهو ما يصرح عنه نتنياهو بشكل كامل في أروقة اجتماعاته الداخلية أننا ندفع أموال لحركة حماس من أجل استدامة الانقسام وفصل قطاع غزة ومنع إمكانية قيام دولة فلسطينية لا يوجد أكثر من هذا وضوح فهل نواجه هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مفرقين أم موحدين هذا السؤال الذي يجب أن يوجه لحركة حماس سيد طواسمي قبل أن ننتقل إلى سؤالنا التالي أعذر هنا على المقاطعة أنت أيضا عضو المجلس التوري لحركة فتح أنتم في حركة فتح ما موقفكم من التصعيد الأخير شعبنا يدفع الثمن على الأرض بقمع حماس وفي السماء من صواريخ الاحتلال شعبنا الفلسطيني منذ العام 2007 وهو يعاني الأمرين ونحن بذلنا كل جهد ممكن من أجل إنقاذ الوضع في غزة من خلال الاتفاقيات وذهبنا إلى القاهرة وذهبنا إلى كل مكان إلى السعودية إلى كل مكان من أجل لملمة الوضع والوضع يزداد سوءا وكلما يسأل أحد حركة حماس نريد أن نشتغل نريد أن نعمل نريد أن نسافر نريد أن نتعلم أي واحد يطالب بهذه المطالبات للأسف يواجه مباشرة بأنه إما خائن وإما عميل وإنه متعاول أو صاحب أجندات إلى أن وصلت الأمور إلى حافة الهاوية منذ حوالي أسبوعين أو ثلاثة خرج الناس طالبين بالأكل طالبين بالكرامة طالبين بالعزة مطالبين بحياتهم الطبيعية بدل أن يواجهوا بالاستماع إلى مطالبهم مباشرة التهمة جاهزة بأنهم خوان ومرتبطين بأجندات خارجية وبدأت عمليات الفبركة والتزوير لبيانات ويريدون زج حركة فتح في الموضوع نحن نقول في هذا الموضوع هذا كلام معيب أن يواجه شعبنا الفلسطيني بالعصي والضرب وأن يزج المناضلين والأبطال في أقبية السجون كان الواجب على حركة حماس أن تستمع لماذا الشعب الفلسطيني وصل إلى هذه الأسورة وإلى هذا المستوى الصعب معيشيا ولماذا يصرون على الانقسام القضية الأخيرة في هذا الموضوع ودعني أوضح أنه بدل أن يذهبوا شرقا نحو حل المشكلة من خلال الوحدة الوطنية من خلال تقوية منظمة التحرير الفلسطينية من خلال مساندة الرئيس في مواجهة لصفقة العار الصهيو أمريكية بدأوا بعملية سلخ قطاع غزة ما جرى خلال الأسبوعين في قطاع غزة على وجه الخصوص هي رسالة لمن يهمه الأمر بأننا مصرون على الانقسام وعلى الانفصال وهذا صدقني لا يخدم إلا إسرائيل بمعنى إحنا بنعرف قوة أمريكا وإسرائيل وجبروتا وبنعرف أنهم يحاولون كسر إرادة الرئيس والشعب الفلسطيني ولكن هناك موقف مشرف نقول لا لأمريكا ليس عن ترية وإنما من باب المحافظة على مصالحنا الوطنية ونستطيع الأحصنة والقلاع لا تهدم من الخارج مهما حاولت إسرائيل لن يستطيعوا نحن نخشى من الداخل ونخشى من الانقسام ونخشى من تقاطع المصالح ما بين الذي يحكم قطاع غزة والفصل الذي تخطط له إسرائيل القضية أصبحت واضحة للجميع وعلينا أن نتدارك الموضوع في أسرع وقت ممكن لا سيد سامع ضمن هذا المقاطعات سأعود إليك ابقى معنا في ذات المحور مع دكتور محمد المصري لماذا برأيك أو ما هي دلالات اعتذار حماس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة اعتذار قدمته لإسرائيل على الصوريخ التي قالت إنها لا تعرف من أطلقها وأنها بالخطأ أطلقت أو سميها كما تشاء لكنها لا تريد أن تعتذر لا عن انقلابها ولا لأهلنا الذين قمعتهم عندما خرجوا بشكل سلمي ليطالبوا بلقمة العيش ما دلال ذلك؟ يعني قبل كل شيء أؤكد على كلام الأخ وسامة بأن شعبنا الفلسطيني من حنوما تحرك بالشوارع بعد 12 عام يطالب لقمة العيش وبكرامته هذا هو نفس الشعب الذي احتضن فصائل العمل البطني الفلسطيني وتحمل ثلاث حروب عدوانية من قبل إسرائيل على قطاع غزة وقدمنا ألاف ألاف الشهداء وما زالت البيوت مدمرة حتى الآن ومن 2014 حتى الآن بعض البيوت لم تعمر وحتى الآن الناس في الشوارع في الخيام هذا نفس الشعب الذي احتضن الفصائل العمل الوطني وهذا الشعب الذي حافظ على كل مسير في العملية النضادية الفلسطينية بداية تأسيس الحركة الوطنية الفلسطينية حتى الآن من الـ 50 حتى الآن هو الذي سيكون بيئة الحاضنة لكل الطورة الفلسطينية من فترة انتقلتها حتى الآن اليوم نجد حماس فورا مجرد خروج الناس للشوارع قاموا بالاعتقالات قاموا بالتكسير ما زال حتى الآن في ناس في المعتقلات موجودين عندهم وما زال الناس في المشافي وعالجوا بينما العنصر الآخر الغائب عنه أنه لم تستطيع حماس أن تستوعب الدرس خلصت فيما لما خرجت تقريبا فصائل العمل الوطني الموجودة في قطاع غزة فصائل منظمات التحرير وطالبت حماس أن تعتذر وأن تعود لمعالجة الأمر بالشكل السياسي وتحتمل أنهم موجود اتهمت كل الفصائل اللي هم حلفاءها سياسيين في قطاع غزة اتهمت هذا البيان بالعهر وبالعكس هناك أنا عندي لديه معلومات كاملة قاموا بضرب وتعزيب وتكسير بيوت ناس من الفصائل العمل الوطني ولم يكونوا مشاركين طيب هم يقولوا طيب ولكن لم يقدم اسمح لي بس ولم يقدم اعتذر لحتى العاد هم يقولوا بأنهم اعتذروا وخرجوا في بيان يقولوا فيه نحن نعتذر عن أي ضرر لحقب أي مواطن لم يعتذروا والكلمة واضحة قالوا نأسف عما حصل وقال على الداخلية في قطاع غزة أن تراجع ذلك وكأن الداخلية في غزة تعمل تحت حكومة أخرى لا القرار كان سياسي وهو يعتبره قرار البقاء الحفاظ على وجودهم في السلطة ومتمسكين فيها مهما كذلك دعنا نتحدث عن بعض المقاررات لكن لماذا اعتذر لإسرائيل لأنه يعرف تماما بأن وجوده هو مرتبط بإسرائيل سكت عنه وقابل فيه ورغبان بوجوده ولكن لو اشتبك في هذه الحالة قد يكون وجوده مهدد الظروف لا تتيحه لا نتمنى حرب في قزة وكل أمنى أن تكون هناك حكمة لدى بعض الفصائل لكي لا تستخدم هذه السوريخ من أجل تحسين أوضاحة سياسية أو فك أزمات الداخلية ويدفع ثمنة شعبنا الفلسطيني جميعا نتمنى أن لا تكون حرب قادمة في قزة طيب بالنسبة للجزئية المتعلقة ببعض المقاربات سمعنا كثيرا عن لجان تحقيق في المحافظات الجنوبية سواء تلك المتعلقة بمحاولة اغتيال دولة رئيس الوزراء ولواء ماجد فرج وأيضا محاولة اغتيال حلس والاعتداء على الهيئة العامة مقر الهيئة العامة لدعاء وتلفزيون وهناك أمثلة كثيرة كيف نقرأ جملة شكلة لجنة التحقيق وما المفارقة بين ما يجري هناك أيضا وفعليا ما يجري في الضفة شكرا لك على جانب مهم جدا نعم السلطة الوطنية فلسطينية بعد ما أخذنا عضوية دولة فلسطين مراقبة وقعنا على مواثيق دولية لدينا قوارين فلسطينية تحمي حقوق الإنسان وحرية التعبير أنا عندي عدد من الأمثلة ورقبت بشكل كبير ما سمي بأحداث المحاكم إذا كنا نتذكر نعم تم تشكيل لجنة من المجتمع المدني وأيضا المجتمع الأهلي ووزارة الداخلية كانت حقوق الإنسان الهيئة المستقلة ونقابة المحامين ووزارة الداخلية وقدم تقريرهم وأعلنوه على التلفزيون وأدانوا بعض الناس وحكموا حوسبوا بعض الناس ورتب عسكرية وعليات من الشرفة لأنه أقطعوا لحق أبناء شعبنا الجانب الآخر وهو مهم جدا ولا تتل الأنظار تقرير هي مراك اللي أدان أو خطى السلطة الوطنية الفلسطينية في التعامل حقوق الإنسان ماذا كان موقف السلطة شكلنا اللجنة وردينا على التقرير مكتوبا وفي مؤتمر صحفي ورحمنا بوجودها فراد السلطة الوطنية الفلسطينية وشكرناهم بالرغم أنهم لم يأخذوا رأي السلطة الوطنية الفلسطينية الحدث الأخير وهو الأبرز ألاف خرجوا للشوارع ضد قانون اللي هو بسموه الضمان الاجتماعي لم يعتقل أحد وليوم يضرب أحد بالعكس رأس السلطة الوطنية أخذ قرار بتجميل القانون حفاظا على عدده بشعبه واحترم إرادة شعبه ولم يعتقل أحد آلاف مؤلفة بسيطة خرجت بسطقه بالعيش من بين الأمثل أيضا محاولة اغتيال دكتور عاطف أبو سيف نعم نعم أنا بدأ كمل لك بس بدأ كمل لك أوصل لك للموضوع وأنا زرت الدكتور عاطف في سيف نصف شعب مرتين وعرفه معرفة شخصية يعني أصدقاء وبلاد بلد نعم لو شوف الدكتور عاطف أول ما وصل تبكي لأنه التعذيب الموجود عليه مش تعذيب واحد عشان تعذيب أو إنه إبعاده عن الصورة واحد قتل قتل يعني التعذيب بقية الضرب يخده في القتل أعتقد إنه كمان الحالات التي تمت في غزة اللي ما شوفنا هاش لا على الفديهات ولا مباشرة وأنا بسمع أبناء غزة وتواصل معهم هل تعلم أنه هناك في تهمة في غزة اسمها التخابر مع رام الله يعني كانت تتحاول ممكنك مع الاحتلال تتقابر إنك إذا اتصلت قريب إليك في رام الله ويعرف أنك اتصلت إليك تهمة التخابر مع رام الله وتزجب السجن وتعذب يعني في مشكلة لدى حركة حماس لكن أنا بدأ أكد في هذا الجانب إنه بعد ما حصل في غزة في الحراكة الاجتماعية دخلت حماس في مرحل أخرى مختلفة كليا مع الشعب الفلسطيني كله وهناك من كان ضبابي على عيونه بدأ يعرف تماما بأنه هذه الحركة مستعدة تذهب إلى آخر شيء لآخر مدى وتجوز كل الخطوة الحمراء من أجل بقاءة في الحكم في خطاع هذا وما نرى اليوم الاعتدار للإسرائيلي ولا يعتذر للشعب الفلسطيني وإنت بتابع كليا الصحافة العبرية وأنا مليش أنجر حول الصحافة العبرية لا نريد أن أنجر فقط نذكر بعض ما كتبته الأقلام العبرية عن أنه يعني أحد الصحفيين سخرة عندما أطلق الصاروخ الأخير وقال هذه المرة كيف أطلق عن طريق الخطأ هل البرق والرعد هو الذي أطلق هذا الصاروخ أنا أقول لك شو؟ المرة الأولى كانوا فيه خلال تقني أيام ما كانوا الشباب كانوا بيصلحوا وبينضفوا في الأسلاح وكانوا هذا الصلاح البسيط مش بسيط كانوا كلشين كوف هذا صاروخ مدى 100 كيلومتر الصاروخ الأخير تاع أول أمس قالوا أنه هذا غرفة العمليات المشتركة العمليات المشتركة للفصائل في قطع الزف قال أنه هذا خارج إطار غرفة العمليات وهو عمل فردي واعتذروا لكن عمل فردي أضيف لك جانب مهم كمان أنا آسف بس جانب مهم تفضل ماذا قالت حماس للورد المصري ماذا طلبت الإسرائيليين قالت أنه إذا مسيتوا مؤسسات الحركة خط أحمر بينما ضرب البيوت مش خط أحمر تدمير البيوت على أصحابها ليس خط أحمر لكن ضرب مقر لحركة حماس ثم مقر إسبعين هنية كان خط أحمر بالنسبة لهم وبالتالي ضربوا السواريخ طيب حتى الآن فقط للإشارة لا يوجد إعلان صريح وواضح ورسمي عن تهدئة أو وقف إطلاق النار فلنسميه أي تسمية يبدو بأن هناك حسابات سياسية هذا ما يدفعنا لأن ننتقل بالسؤال دكتور محمد إلى سيد أسامة القواصمي عضو المجلس الثوري لحركة فتح وأيضا المتحدث باسمها سيد أسامة إذا كانت حماس تغفر المصالحة تتناسى المصالحة لا تريد المصالحة وهناك مشروع يستهدف الوجود الفلسطيني وقضية شعبنا العادلة ماذا يمكن لنا أن نفعل في هذا الموقف حتى نفوت على ترامب خطته بالاعتراف بدويلة في غزة وضم المستوطنات كما تذهب بعض التقارير والتحليلات نحن من واجبنا أن نوضح للرأي العام حقيقة ما يجري من أجل إزالة الحاضنة الشعبية وتوضيح التضليل والأكاذيبة التي تبارسها حركة حماس لشعبنا الفلسطيني وأنا صدقني هون سأرفع قبع الحزبية التي أنتمي إليها وتأكلم معك كمواطن فلسطيني وأطرح عدة أسئلة لكي يعرف المواطن الفلسطيني حقيقة ما يجري إسرائيل خططت لأربع قضايا استراتيجية منذ حوالي خمسين سنة لليوم أول قضية موضوع كيف تقسم الشعب الفلسطيني بين الضفة وغزة ولا أحد يخالفني الرأي أن هذا حلم إسرائيلي والسؤال من الذي نفذ؟ الجواب عند المواطن القضية الثانية ضرب منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني من الذي يرفض الاعتراض بمنظمة التحرير الفلسطينية؟ السؤال الثالث تحويل الانقسام إلى انفصال من خلال الحديث عن ميناء ومطار تتذكروا بالعام 2014 طلعوا علينا وقالوا الكلمة السر هي موضوع الميناء الفصل وهذا ما تريده الآن إسرائيل في ظل صفقة القرن والقضية الرابعة ضرب الرئيس أبو مازن وهو يواجه صفقة العار الأمريكية وهو يذهب لترأس جمعية 77 زائد الصين وهو يلقي كلمته في الأمم المتحدة ويكتبون باللغة الإنجليزية هذه القضايا حاولت حركة حماس تضليل الرأي العام الفلسطيني والعربي والإسلامي بعيدا عن هذا المواضيع من خلال الأكاذيب للأسف الشديد المطلوب أولا فلسطينيا وشعبيا نعم أن نعري هذه السياسة وأن نذهب جميعا إلى تركريس الوحدة الوطنية المبنية على أساس المنظمة التحرير الفلسطينية والهدف الذي وقعنا عليه جميعا في كل الاتفاقيات دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67 وتقوم حماس بتنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها بدل أن تعتدي على الناس في قطاع غزة وتحاول فرض هدنة مع إسرائيل وفصل قطاع غزة القضية الثالثة المطلوب من الفصائل نعم نحن نحيي موقفهم الأخير الذي كان ضد العدوان وضد الاعتداءات الوحشية التي مورست بحق أبنائنا في قطاع غزة ولكن المطلوب أن يتطور هذا الموقف الفصائلي إلى موقف حازم تجاه قضية إنهاء الانقسام الحالي الذي يهدد الكل الوطني الفلسطيني أيضا المطلوب عربيا ونحن على أبواب القمة العربية في دونس بعد عدة أيام سنتحدث في محور منفصل عن هذا الموضوع أستطيعك وأعود بالسؤال لضيفي محمد دكتور محمد المصري وأن تبقى معنا أيضا سيد أسامة دكتور محمد السؤال المهم كيف يقرأ المستقبل في نظرة حماس للواقع هل هي تروج لفكرة أن البحر من أمامها وعلى حد تعبيرهم والعدو من خلفهم فهم يخضون معركة بقاء ومعركة وجود نهائية شوف أنا بدي أقول الشغلة يمكن تكون خارجي عن النص والمألوف يعني استماعت لبعض الأصدقاء بالتواصل مع أحد قيادات حماس فأحد القيادات بيقول له أنه انت عارف ليش إحنا عملنا هيك في غزة قالوا لا ما بعض تقصد عن طمع حراكة بدنا نعيش نعم حراكة نعيش وهو يعتبر من الوجوه المقبولة في حماس مش متطرفة بيقول أنه في 2007 لما صار الانقسام اللي هو الانقلاب اللي طلعوا من غزة ورحوا ذهبوا باتجاه مصر وذيبوا باتجاه رمالله بس إحنا لو سقطنا ومين بالروح لا مصر بتقبلنا ولا رمالله بتقبلنا هذه معركة بقاء في السلطة ولن نتركها مهما كلف الثمن شوف حماس لن تخرج من السلطة مهما كلف الثمن ستدفع شعبنا للمواجهة أنا بقول بدل ما تقدم كل هذه الانتيازات والتنازلات للإسرائيليين وتعتدل للإسرائيليين وتبقي شعبنا تحت القصف الإسرائيلي وقمعهم في الداخل والتجوع والحصار هناك حلول قريبة جدا يعطوا فرصة للحكومة الوطنية الفلسطينية الشرعية لكي تبسط سيادتها وتقدم خدماتها للناس وهي المعنية بالحوار مع المجتمع الدولي وهي القادرة على رفع الحصار عن قطاع غزة وكان هناك حكومة التوافق الفلسطيني وهم كانوا مشاركين فيها لم يسمحوا لها بذلك وحاولوا اغتيار رئيسة ووزير المقابرة والآن نحن بصدد تشكيل حكومة جديدة والأخ دكتور إشتايا سمعته أكثر من مرة يقول إن هذه حكومة الكل الفلسطيني وإن الغزة حصة كبيرة جدا في مشروع الاقتصادي وسيكون وزراء غزة فاعلين وبكثرة موجودين فيها يتفضلوا كل الفصائل الفلسطيني يشاركوا فيها حتى نواجه صفقة القرن مع بعض نواجه كمان التطرف الإسرائيل والحكومة اليمينية القادمة مع بعضنا البعض وحماس مبتوح أمام الأبواب إذا تم تنفيذ اتفاقيات 2017 وعادت مرة أخرى لحد الشرعي الوطني الفلسطيني لنحن لا نقص أحد ولا نرغب بضرب قطاع غزة ولا نتأمل أي واحد يجرح بقطاع غزة ولكن أن تذهب بغزة بانفصال وإخراج 2 مليون فلسطيني من الصراع مع إسرائيل وتحكمهم بالحديد والنار وتواجههم وحرق بيوتهم وضربهم الاعتداء عن نساء والأطفال والشيوك هذا ليس حكم وليس الجانب الأمثل لمستقبل الشعب الفلسطيني نحن ذهبين لمواجهة ومعركة كسر عظم مع الإسرائيليين تمنى على الكل الفلسطيني أن يعي طبيعة المرحلة وصعوبتها دكتور محمد اسمح لي أن أذهب بالسؤال في دقيقتين قبل أن نغفل المحور الأول وننتقل معكم أضيفي إلى المحور الثاني أنتقل بالسؤال إلى عضو المجلس الثوري لحركة فتح سيد أسامة القواسمي والمتحدث باسمها سيد أسامة حماس قالت أنها تريد انتخابات تشريعية ورئاسية وذلك بعد زيارة رئيس سجنة الانتخابات المركزية لغزة وهذا استكمال للحوار السؤال الذي سألناه لضيفنا هنا في الاستوديو دكتور محمد المصري فكيف تعلقون على ما أعلن في حينه ونربط بمجريات الأوضاع الحالية أولا أنا لست مصدقا لهذا الكلام ولكن نأمل أن يكون صحيحا ولكن الإشارات كلها وممارسات حركة حماس على الأرض لا تدلل أنها تؤمن بالديمقراطية من يعتدي على أطفالنا ونساءنا وشيوخنا في قطاع غزة لأنهم خرجوا يطالبوا بالأكل بالشرب بالفرص العمل بالكرامة بالديمقراطية لا يعتقد أن لديه في عقله أبجديات الديمقراطية والانتخابات ولكن دعني أجيبك أمام حركة حماس خيارين إما أن تذهب ضمن المشروع الأمريكي الإسرائيلي القاضي بصفقة القرن الذي نواجهه جميعا وتعطيهم الفرصة للسيطرة على القدس وأنا بقول مرة تانية وبأكد أن المعركة التي لا يكون بوصلتها القدس معركة مشبوهة القدس هي العنوان هي التاريخ والحاضر والمستقبل استشهد ياسر عرفات من أجل القدس ولا نبيع دماغنا بالمطلق لا لصفقة عار ولا لصفقة صهيو أمريكية لذلك حركة حماس أمام خيار أمام الشعب الفلسطيني هل هي تتقاطع مع هذه الأجندة وتذهب إلى فصل قطاع غزة أم أنها تريد المشروع الوطني الجامع وهذا الطريق هو الأسهل ونحن نرحب به ونريده كما تحدث ضيفك نحن لسنا إقصائيين 12 عام ونحن نبحث عن فرصة من أجل إتمام الجبهة الداخلية وتقوية الجبهة الداخلية لأننا ندرك تماما من أين تؤكى للكتف وندرك تماما أنه لن تصار في ظل الانقسام لذلك الكرة في ملعب حركة حماس وكل الشعب الفلسطيني وكل من يسمعنا عليه أن يسأل ماذا تفعلون وبدل ما يجيبوا حلول للشعب الفلسطيني ولموضوع الوحدة أسهل شيء أنك تحمل الآخر المسئولية وأن تتحدث أن الكل متآمر عليك هو اللي بنزل بطالب بالأكل بيتآمر عليك مش معقول من 12 سنة والكل بتآمر عليك على شو بتآمر عليك مش معقول هذا الكلام يجب على حركة حماس أن تراجع نفسه بطريقة جذرية من الألف إلى الياء وأن تبدأ بعلاقة وطنية صحيحة مع الداخل الفلسطيني حتى حلفاءهم يعني اللي كانوا قريبين جدا عليهم في الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي عندما قالوا موقف حق اتهموهم برضو بأنهم ليسوا حياديين وقاموا بالهجوم عليهم هذا هو النهج لذلك لا أعتقد أن الكلام المتعلق بالانتخابات نحن نؤكد تماما جاهزيتنا لإجراء انتخابات وقام الرئيس بتنفيذ قرار المحكمة من أجل حل المجلس التشريعي تمهيدا لإجراء انتخابات ونحن سنرحب كثيرا إذا كانت حركة حماس جادة على إنهاء الانقسام على قاعدة الشعب نحن نقول أن صاحب المصدر الرئيسي في السلطات هو الشعب الفلسطيني ونحن جربنا في الضفة الفلسطينية وفي غزة في السابق أننا جديون في موضوع الانتخابات سواء كانت الرئاسية أو التشريعية أو البلدية أو النقابية أو الطلاب هذا جزء من نهجنا في حركة فتح ونأمل أن يكون ولكن نحن نستبعد جديتهم ولكن المطلوب أن نذهب إلى آخر الطريق وإذا كانت هذه الطريق هي التي تنهي الانقسام فنحن سنرحب بها إذا فزنا نحكم إذا فازوا يتفضلوا يحكموا نحن لسنا لا نقاتل من أجل سلطة نحن نقاتل من أجل القدس ومن أجل الوطن بالرغم من كل محاولات التزوير وهنا نقطة واحدة تفضل سريعا تفضل 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 سيد اسامة نصيحتي لحركة حماس نصيحتي لحركة حماس أن الكذب وتزوير البيانات والأخبار لا يطعم شعبنا ولا ينقذ القدس ولا يخبئ العيوب سقطت ورقة التوت المطلوب بدل يعني اليوم على سبيل المثال بقرأ خبر مزور أن جهاز المخابرات الفلسطيني يقوم بعمل أثناء الحرب بإخراج الناس من بيوتها قال له كيف يعرفت الكذبة؟ قال له من كبرها يعني بدل ما يزوروا بيانات متتالية وصفحات متتالية وأكاذيب عليهم أن يجلسوا مع الناس وأن يلمسوا الأرض وأن يلامسوا هموم الناس وأن يعرفوا أن الطريق للنصر لا يكون بالكذب والتضليل الإعلامي وإنما من خلال الوحدة الوطنية التي نمتن فيها جبهتنا الداخلية جميعا نعم ابقى معنا سيد اسامة القواصمي عضو المجلس الثوري بعد قليل نفتح معك ومع دكتور محمد المصري الملف الثاني بعد جملة واحدة من الدكتور محمد تفضل في جملتك طبعا أبلغ الدكتور حلنا ناصر أنهم بطلبوا أو موافقين على الانتخابات رئاسية وتشريعية بس أنا كفلسطيني من معرفة القريبة بحركة حماس لن توقع على ورقة بهذا الشيء ولن توقع في المستقبل على ورقة هذا كلام شفهي للإعلام والإرضاء الناس أخي سلامي والكلام للجميع والمستمعين المعركة في الضفة وليس في غزة معركتنا مع الإسرائيليين في الضفة الفلسطينية وليس في قطاع الغزة غزة ليست مرغوبة ولا من أي بلاث العالم ولا حد يحتل غزة ولا سيبدأ قطاع غزة شعب غزة يعني يكفي ما فيه من مصائب ومن مشاكل المعركة في الضفة يوميا في حالة اشتبات مع الإسرائيلي نقدم الشهداء بشكل يومي أناك في حواجز مستعدة أراضي مستعدة مياه كل الشعب يعاني أينما كان دكتور محمد وأنا بقولش أنه شعبنا شعبنا خاصرت حروب في قطاع غزة تحمل كل المصائب قدم ألاف الشهداء ولكن بقول معركة كل الفلسطينيين في الضفة والقدس وبالتالي على الكل الفلسطينيين الآن ينظر إلى القطر الحقيقي أين تكمن التهديدات والمخاطر للشعب الفلسطيني القدس وفي الضفة مياهنا وحدودنا ومستوطات التي تأكل كل أكبر وليابس اسمح لدكتور محمد المصري مدير المركز الفلسطيني للبحث ودراسات الاستراتيجية وأيضا ضيفنا من الخليل عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها سيد سامة القواصمي أن أذهب إلى التقرير التالي وبعده نفتح ومع حضرتكم ملفنا التالي سيداتي وستاذتي الزميل سلام سلامة مرة أخرى يقدم لنا التقرير التالي ونتحدث فيه عن المأمول من القمة العربية المقاملة القمة العربية والتي تنطلق أعمالها نهاية الشهر الجاري في تونس وبحضور السيد الرئيس محمود عباس تطلق من خلال اجتماعاتها التحضيرية جملة من النداءات الجدية لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية في ظل التطورات التي تشهدها مؤخرا بالإضافة إلى إعادة الاعتبار لها كموضوع رئيس على جداول الأعمال العربية ولعل من أبرز ما ستتناوله هذه القمة في محضر اجتماعاتها بحث سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني بالإضافة إلى بحث السياسات الإسرائيلية في القدس المحتلة وما يمكن أن يقوم به القادة العرب لإعادتها إلى صدارة اهتمامات الدول العربية والمجموعة الدولية ومن جانب آخر وجهت التنسيقية التونسية من أجل فلسطين نداء إلى القادة العرب لإعادة الاهتمام بالقضية الفلسطينية وتقديم الدعم للفلسطينيين القمة العربية تأتي تزامنا مع واحد من أضخم مخططات الاحتلال لاقتناع الفلسطينيين من جذورهم وتدمير هويتهم الوطنية لقبول ما يطرح اليوم مما بات يعرف بصفقة القرن بدءا من سياسة تهميش المواثيق والقرارات الدولية وضربها بعرض الحائط عبر الاعتراف بالسيادة الكاملة لإسرائيل على القدس كعاصمة لها ومرورا بإعطاء الضوء الأخضر للتوسع في الاستيطان ووصولا إلى اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل شكرا لزميل سلام سلام مرة أخرى على هذا التقرير ورحب وإياكم سيداتي وسادتي بضيفي مرة أخرى عضو المجلس الثوري لحركة فتح السيد سام القوسمي والمتحدث باسم الحركة ينضم إلينا من الخليل وأيضا هنا في الاستوديو مجددا ورحب بدكتور محمد المصري مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية فأهلا بكما مجددا في الوقت المتبقي من هذه الطالة من ملف اليوم نطرح السؤال ما المأمول من القمة العربية وأبدأ معك سيد أسامة فلسطينيا ما المطلوب من القمة العربية المخطط الأمريكي الإسرائيلي لا يستهدف القضية الفلسطينية نعم القضية الفلسطينية هي الأهم بالنسبة لهم والجولان مؤخرا تعرف أن ترامب أهداها هو ليس صاحب حق بأن يهدي الجولان لإسرائيل كما هو ليس صاحب حق أن يهدي القدس لإسرائيل القدس غصب عن أبوه فلسطينية وستبقى فلسطينية بالرغم من كل الجبروت الأمريكي الإسرائيلي لذلك هناك موقف فلسطيني عبر عنه الرئيس أبو مازن بكل قوة وبكل جبروت وبكل إرادة فلسطينية حقيقية وقاموا بمقاطعة بمعاقبة الشعب الفلسطيني من خلال قطع المساعدات المالية من خلال ممارسة كل أشكال الإرهاب ضد القيادة الفلسطينية وتجويع الشعب الفلسطيني آخرها قرار بخصم حوالي 170 مليون دولار من مستحقات الشعب الفلسطيني ونحن أعضاء في الجامعة العربية وفي الأمم المتحدة ونحن جزء من هذه الأمة العربية والإسلامية التي نفتخر ونعتز بالرغم من الهواني الموجود نحن نعرف تماما ما خططوا له خلال ما يسمى بالربيع العربي الذي هو ليس ربيعا ولا عربيا بالمطلق من أجل الوصول إلى حالة النضوج إسرائيليا أمريكيا من أجل إهداء الجولان لإسرائيل وإهداء 60% أو 50% من الضفة إلى إسرائيل وإقامة إمارة في قطاع غزة ويعني يسموها الإمارة المظفرة على رأي أحد القيادات الفلسطينية وسموها إمبراطورية هذا مخطط إسرائيلي تماما أمام هذه التحديات والأزمة المالية والأخطار المحدقة من قبل ترامب أنا الأوان لهذا الفارسي أن يترجل أنا الأوان لهذه الأمة العربية التي طالما سمعنا عنها أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة ونحن نفتخر ونعتز بها تماما ولكن من حقنا أيضا أن نطالبها أولا بتطبيق الاتفاقيات السابقة أولا بقطع العلاقة مع أي دولة تعترف بالقدس وهذا ما رأينا مواقف مشرفة من بعض الدول العربية ولكن يجب أن تتعاظم وأن يعملوا كفريق واحد من أجل منع حدوث أي يعني محاولة من العديد من الدول التي تفكر وهناك ضغوط أمريكية وإسرائيلية على الصعيد السياسي يجب أن يكون هناك موقفا حازما عربيا بمقاطعة اقتصادية وديبلوماسية وسياسية لأي دولة تفكر في نقل سفرتها والاعتراف بالقدس طيب سيد أسامة هنا فقط هنا أسلح لي أن أقاطعك وأسألك بشكل واضح المشاهد الآن يخطر في باله سؤال ليقول كالتالي طيب إذا كان هناك قرارا عربيا بمقاطعة أي دولة يعني تؤيد موقف الولايات المتحدة حيال القدس بنقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى عاصمتنا المحتلة وما إلى ذلك طيب أليس من الأجدر لهذه الدول أن تقطع لقتها بالولايات المتحدة كون هي الدولة التي اعترفت وهي الدولة التي بدأت بذلك طبعا وهذا طلبناه بشكل مباشر ومش كتير على القدس يعني إذا للقدس بدناه نحرك يعني وأن قطع العلاقة يجب أن تتولد الإرادة الرئيس أبو مازل أخذ قرار بمقاطعة البيت الأبيض وبعث الرئيس الأمريكي بعث بنس نائب الرئيس الأمريكي ورفض الرئيس استقباله أكثر من عشرين مرة كوشنر وغريمبلاند يحاولوا زيارة الرئيس ولقاءه نهائيا ما فيش لقاءات مع البيت الأبيض نلتقي مع المجتمع الأمريكي نعم نتحدث مع المجتمع ولكن مع الإدارة الأمريكية هناك مقاطعة الرئيس أبو مازل دولة تحت الاحتلال بصفة مراقب استطاع أن يقولهم لا وقاطعنا البيت الأبيض لا مطلوب من الدول العربية أن ترتقي إلى مستوى التحديات وصدقني أن الشعب الفلسطيني وقياته هي القلعة الأخيرة المتبقية إذا حافظوا عليها حافظوا على كل العواصم العربية ومخطئ من يظن أن إسرائيل وتل أبيب وترامب الذي يأخذ الأموال ويسرق كل المقدرات العربية ويهديها إلى إسرائيل يريد الخير لأي عاصمة عربية مخطئ ولكن أكلت يوم أكل الثور الأبيض اليوم القدس بكرة الجولان صارت الجولان طبعا لن يغير من الحقيقة القانونية شيء وسنبقى نناضل واقفين وغدا كمان شوية رح يفكروا وين كانوا اليهود من 3000 سنة يبدأ دولة دولة إلى أن يتم تكتير الدول العربية دكتور محمد المصري في ذات السؤال ولكن أنت تحدثت عن الشق السياسي في الشق الاقتصادي معروف ما يسمى بشبكة الأمان وهناك تعهدات قطعتها بعض الدول والأشقاء العرب على أنفسهم بعض الدول التزمت والبعض الآخر لم يلتزم لسبب أو لآخر إما أنه مورست عليه ضغوط من بلاد العمسام وواشنطن أو أنه أوضاعه الداخلية لم تعد تسمح له بأن يقدم ما كان يقدمه بسبب تدني أسعار النفط هناك مبررات لكل طرف على الصعيد الاقتصادي ما المطلوب بين القمة تجاه فلسطين وتحديدا القدس أنا بصراحة أريد أن أتحدث قبل ما أتحدث عن جنب الاقتصادي وبدأ خفف يعني التصعيد اللي رفعوا أخوي أسامة على العرب الوضع العربي لا يحتمل هذا كل الضغوطات مرت المنطق العربي في متغيرات كبيرة جدا بما يسمى مرابي العربي دول العربي هشمت وقسرت الدول الوطنية نهرت في بعض البلدان وانت بتعرف بعض البلدان التي كانت وازنة بالنسبة لنا هناك في مشكلة في الخليج وصراعاتهم الداخلية في مشكلة في حرب اليمن في مشكلة في موضوعة سورية مشتوافقة عربية نحمد الله أنه فيه توافق على الموضوع الفلسطيني أنا أريد أن أقلل السقف شوي أولا وقبل كل شيء يجب أن يكون واقف فيه هناك موقف واضح سياسي من الجامعة العربية تجاه سفقة القرن وضوح تام بدون لبس وبدون مواربة وما يكونش فيه تحت الطاولة وفوق الطاولة أن لا يكون هناك أبواب خلفية لا يكون هناك أبواب خلفية للتطبيع أو ما إلى ذلك والجانب الثاني هو دعم الشرعية الفلسطينية وحمايتها في موقف ثابت تجاه سفقة القرن لأنه هناك في استهداف للسيد الرئيس والقيادة الفلسطينية بشكل مباشر يجب أن تشكل حماية سياسية للقيادة الشرعية الفلسطينية في مواجهة في سفقة القرن وعدم التخلي عنها في الظروف الصعبة الجانب الثالث وهو منطق لتتحدث فيه هو التقديم أو التزام بشبكة الأمال العربية التي تقدر بمئة تليون دولار تقريبا حتى نستطيع أن نواجه الحصار الاقتصادي الأمريكا الإسرائيلي الذي يقوم بسركة الأموال الفلسطينية النقطة الرابعة هي مهمة أنا أعتقد اليوم مطلوبة هو التأكيد من الجانب العربي على التمسك بالمبادرة العربية كما هي ولا تطبيع مع دولة الاحتلال قبل تطبيق مبادرة العربية النقطة الخامسة وهو ختام أنا أعتقد في ظل الظروف الدولية والظروف العربية القاسية يجب إعادة توجيه البوصلة وتحديد من هو العدو للمنطقة العربية وهو الاحتلال المجرم والفشيل تدعمه في الإدارة الأمريكية وليس البوصلة تجاه إيران نعم في مشكلة مع إيران ولكن ليس هو العدو الرئيسي بالنسبة معنا لا نريد النفصل بين السياسة والمال لأنهما مثل العين والرمش صحيح إذا لم تكن هناك إرادة سياسية لقطع العلاقات عربيا مع واشنطن التي منحت القدس لدولة الاحتلال ونقلت سفرتها وعرنتها عاصمة لدولة الاحتلال فكيف سيكون هناك إرادة للإتزام بشبكة الأمان المالية برأيك هذا صحيح هذا صحيح بس أنا بقول أنه في هذا الظرف الصعب مرت عملية الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل من قبل الإدارة الأمريكية ونقلوا سفرتهم ولم نرى تحركات كبيرة في المنطقة العربية على سعيد النظم ترفض هذا الموضوع بالشكل الواضح هم أدانوا واستنكروا أدانوا واستنكروا زي ما أدانوا مثلا إعطاء الجولان أول أمس إلى إسرائيل زي ما أدانوا مكرا يصير مثلا الدولة الصقة أن المنطقة سيت تروح الضفة الغربية تروح لا إسرائيل أنا لا أتوقف على البيانات أقول هناك فيه إجرات حقيقية المنطقة العربية ذهب باتجاه صراعات أقرأ لم تنتهي الصراعات داعش في المنطقة لم تنتهي بعد انتهت عموديا وأفقيا في الأرض ولكن كفكر وجود إرهاب لسه بهذا دكتور محمد حتى نتحدث في كل الأفكار معك وأيضا مع السيد أسامة وهو يسمعنا الآن من الخليل قد يقول شقيق عربي لنا هل تريدون أن نخرب مصالحنا مع واشنطن والكل يعرف قوة ماشرطن اقتصاديا ودوليا وسيئسيا في العالم من أجل الملف يمكن لنا أن لا نقطع علاقاتنا مع واشنطن لكن أن نقدم لكم ما يمكن أن نقدمه من مساعدات مالية وسياسية في هذه الجزئية وعوى عن هذا الموقف ماذا نتحدث؟ من أجل ذلك أنا قلت بأول تعبيراتي بدي خفف الضغط الشوي والتصعيد الذي قال فيك أسامة لأنه أنا لا أراهن كثيرا أن تكون هناك نظم عربي قادر على الصدام مع الإدارة الأمريكية حتى مع إسرائيل لكن سيد أسامة قالها نحن كدولة تحت الاحتلال وعضو مراقب استطعنا أن نقول للولايات المتحدة الأمريكية لا فلماذا هم عاجزون عن ذلك؟ هذا صحيح السيد الرئيس أقد قرار لا وكانت قرار السيد الرئيس أقوى منه والأمريكي هذا موقف استشادي في مواجهة إدارة أمريكية قاطعت كل إدارة أمريكية ولم يستقبل أحدا منهم هذا صحيح هذا موقفه هذا الثابت ولكن يتنازل عن أي شبر الحدود 67 ودون التوقيع على ذلك لن يوقع أبدا والقلم الذي يحمل له السيد أبو مازل الرئيس أبو مازل هو الذي سيقرف الأخير لأنه المثل الشرعي الفلسطينية ولكن نحن نقول بعد تقديل الموقف الصحيح وما دار في المنطقة العربية نظم عربية هشة ضعيفة لا تستطيع أن تحمي نفسها تحاول أن تتحالف أو تطبع مع الاحتلال الإسرائيلي لكي تجد لها حماية هذه الدولة العبري لا تستطيع أن تحمي نفسها هي لا تستطيع أن تواجه أي من الشيات مدنية مسلحة لا في غزة ولا في الشمال في لبنان ولا في منطقة الجولان هناك في حال الضعف وهم في المجتمع الإسرائيلي لا نكبر هذا الموضوع لكن هذا اللي عنا أمامنا الدولة عربية ضعيفة عم بتحاول تطبع مع إسرائيل من تحت الطاولة وفي بلدان عربية استقبل وزراء لا تطلبهم أكثر ما تستطيع أنا بقول بدي موقف سياسي واضح بلقتونا في القمة العربية وقلت قمة القدس المرة الماضية بدنا هذه قمة القدس حقيقة هذا كان الموقف من العاهل السعودي وأسمها قمة القدس وحينا ومقدرا جدا والقيادة الفلسطينية تقدر جلالة الملك ويعني بمعنى كان موقف مقدر هذه القمة في تونس اليوم وبعد التطورات التي حصلت وبعد إهداء الجولان أيضا إلى إسرائيل وهذا عزيزة علينا أرض عربية يجب أن يكون موقف عربي واضح أولا وقبل كل شيء إعلان واضح من كل الدول والب الإجماع والتصويت برفوع الأيدي ليست سرا حتى أنا طالب أن يكون تصويت على الكاميرا حتى الناس كلما يشوف أين الموقف العربي يذهب الآن يجب أن نعارض صفقة القارن بدي شبكة أمان للشعب الفلسطيني والشرعي الفلسطيني بدك الشكل لحماية أنا مش طالب منك لا تحلد دباباتك ولا تقاتل إسرائيل طيب دعني في الختام أذهب إلى السؤال مع سيد أسامة القواسمي أيضا قد يقول شقيق عربي سيد أسامة ونفطرد كل السيناريوهات كيف تطلبون مننا نحن كعرب أن نساندكم وأنتم لا تساندوا أنفسكم وأنتم تعيشون حالة من الانقسام ماذا نقول لهذا الرأي من أي شقيق عربي قد يخطر في باله أن يقول ما قلته لك أولا أنا لم أصاعد في لهجتي ولكن أنا طلب تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها أو طلبت القرارات التي تم تبنيها في الجامعة العربية وحكينا بكل فخر واعتزاز أننا نفتخر ونعتز بالأمة العربية وهناك مواقف مشرفة ولكن القدس لا تحمى فقط بالبيانات يعني أنا أذكر موقف من المملكة العربية السعودية عندما قطعت بعض الاتفاقيات التجارية مع البرازيل البرازيل بدأت تفكر في عدم نقل السفارة منذ يومين كان هناك موقف لجلالة الملك الأردني أيضا عندما قطع زيارته ولغ زيارته لرومانيا لذلك هذه المواقف يجب أن تكون مجتمعة ويجب أن ترتقي إلى حجم التحديات الكل مستهدف الأردن مستهدف وسوريا مستهدفة والقدس مستهدفة ومصر مستهدفة وكل الدول العربية مستهدفة يجب أن يكون هناك موقف حتى كم مع الإدارة الأمريكية وصدقني هذول ما بيحترموا إلا الأقوياء ما بيحترموا إلا الأقوياء وأصحاب القرار دون أي محاولة لتجميل الصورة نعم هناك مواقف عربية مشرفة يجب أن ترتقي إلى مستوى أن يقولوا للولايات المتحدة الأمريكية بلغة المصالح إحنا المصالح العربية كتير أكثر من مصالح إسرائيل ولكن يجب أن تستغل جماعيا وليس فرديا القضية الثانية نعم مع حق هذا المواطن العربي الذي يقول إذا أنتم كنتم منقسمين كيف إحنا بدنا نساعدكم وهون المشكلة صدقني ما هي عندنا صدقني عند حركة حماس وهنا نطالب من بعض الدول أيضا الإقليمية والإسلامية والتي تدعم الإنقسام أن يكفوا عن هذا الموضوع لأن الإنقسام و12 سنة في قطاع غزة حماس مش لحالها لا هناك مصلحة إسرائيلية واضحة في بقاءها كما صرح نتنياهو ومعاريف أيضا بالأمس أن عدوهم السلطة الوطنية الفلسطينية وليس غزة التي يريدون إبقاءها وأن عدم دفع الأموال هذا يعني وحدة وطنية وقيام دولة كما تحدث نتنياهو هذه الأموال يجب أن لا تكون سببا في الإنقسام لذلك المطلوب من الدول التي تدعم هذا الإنقسام وترعاه أن تكف عن الضرر بالشعب الفلسطيني نحن قدمنا في فتح والقيادة الفلسطينية كل جهد ممكن وحاولنا إنجاح كل الجهود العربية وعرأسها المصرية والسعودية وغيرها ولكن هناك قوى للمصلح تريد السيطرة على قطاع غزة من أجل أجندات دولية ليست لنا مصلحة فيها ولكن سنواصل إنهاء الإنقسام بإذن الله تعالى عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها سيد سامة القواسمي كنت معنا من الخليل شكرا جزيلا وأعتذر على مقاطعتك لضيق الوقت وأيضا هنا في الستوديو أشكر دكتور محمد المصري مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية شكرا أيضا على وجودك معنا سيدتي وسادتي بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من ملف اليوم دوما أطيب المنا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة